سلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معاكم عبداللطيف سعيد وقهرن بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون استعراض لمنتج جديد ظهر على الساحة او خدمة جديدة ظهرت على الساحة زكاء صناعي جديد يعتبر هو جوجل بيرد او جوجل بيرد مش عارف الصراحة بينطقوها ازاي ولاك او هم اصلا اختاروا الاسم ده ليه اساسا صعب جدا او جوجل بيرد ايان كان الفكرة اما فيها انت اعتبر زكاء صناعي جديد بديل او شبيه لشات جي بي تي من خلاله تقدر ان انت تسأله على حاجة وهو يرد عليك تقدر مسلا تطلب منه حاجة وهو ينفذها لك يحلل لك مشكلة يحلل لك كود بتاع نفس فكرة شات جي بي تي بالزبط ولكن من شركة جوجل اللي هي اصلا عندها اكتر الاوراق او من اكثر الابحاث والاوراق البحثية عن الزكاء الصناعي واللي اصلا الاوراق دي هي قيم عليها شات جي بي تي مبالك بقى ان جوجل اللي هي اصلا عملت الاوراق البحثية عن طريق زكاء الصناعي ده واللي شات جي بي تي او شركة او او اي اي اخدتها وبانت عليها شات جي بي تي اللي عملت بقى لأبحاث دي كلها وهما اصحاب العلمة دي عملوا بقى خدمة شبيهة بشات جي بي تي وتخيل بقى قوتها تكون عاملة ازاي من كمية الدات اللي موجودة عند جوجل وده هيكون موضوعنا. انا بقى هعرفك على الخدمة دي وهعملك مقارنة بينها وبين شات جي بي تي اللي هو تري بونت فايف من شركة اوبن اي اي وكمان اا يعني اللي هو من شركة مايكروسوفت اللي هو الفور بونت زيرو. يعني الاصدار الاحدث يعتبر من شركة جي countless موجود على مايكروسوفت بشكل مجاني. وكمان ابردا واستخدم اللي هو تري بونت فايف وكمان واستخدم جوجل وههم المقارنة ما بين التلاتة في الاسئلة. اس Gandhi الاسئلة المنطقية الحلول الطلبات وكلام ده كله ونشوف اني الافضل ما بين التلاتة. وطبعا هتلاقي عندك رابط جوجل بيرد موجود عندك تحت في الوصف. هو بقى ولا بيحتاج منك ولا رقم تليفون ولا نيلة. لما سوف انت هتكون عندك حساب على جوجل تخش عليه وهشتغل على طول. تمام? لهو بقى ما اشتغلش عندك يبقى ده ممكن يكون غير متاح في بردك. يعني مليش دعوة. اول حاجة طبعا هتلاقي عندك ان ده الوجهة بتاعت. ودعنا كده ناخد لفة سريعة عن اه يعني في الموقع ده. اول حاجة هتلاقي عندك قيمة المحادثات اللي انت اه اتكلمتها وهي المحادثات الاخيرة. هنا طبعا بيديك نبزة انت يعني توقفت فين? ودي نقطة حلوة صراحة اجماني. يقول لك مسلا لك بعض الامثلة ما يمكنك طلبه من بيرد. مسلا يقول لك لديك كثيرة من الزعتر في المنزل. كيف يمكن ان يستخدمه بشكل افضل لطعام عائلية المكوناة من اربع افراط? دي له اسئلة كده او هو بيقترح عليك اسئلة وبعد كده هو اي ايه? هو يرد عليك يعني او هنا يقول لك ان انت يعني وقفت فين وحبين يكمل. عندك بقى الصراحة ميزة حلوة قوي عجباني هنا في جوجل بيرد مش موجودة في شات جي بي تي من شركة اوبين اي اي وموجودة في ماكرسوفت ولكن مش حكل سيء جدا. وهو ان انا حابب اتكلم بصوتي. افتراضا انا دلوقتي واحد من الناس بكره ان انا احيانا في بعض الاحيان اكتب على الكيبورد لدرجة ان انا بقيت بعلق وبارد على الرسالة عن طريق صوتي. يعني انا بتكلم والزكاء اللي صناعي او اه بكتب عن طريق صوتي. من كتر الكسر انا بقيت فيه من زهيقتي من الكتابة. جوجل اتحت النقطة دي ان انت تقدر تدوس هنا عندك على الميكروفون. تتكلم بكل سهولة. كل كلمة هو هيسمعها هيفهمها وهيكتبها بشكل دقيق. وتقدر توقف الوقت اللي انت عايزه. تقدر توقف ثواني دقايق ان شاء الله ساعة. وهتلاقي عندك الميكروفون دايما شغال منتظر الامر اللي انت هتدهوله. وبيكتب بشكل طريق جدا. بقف كتير زي ما انت شايف اسناء الكتابة. وشغال. بعد كده هتدوس هنا عندك على الميكروفون عشان يوقف. كده انا وقفتك خلاص كده انا اقدر بقى اديله الرسالة اللي انا عايزها. شاتجي بيتي ما فوش كتاب عن طريق الصوت. عندك بقى اللي ايه? نيجي بقى وراي اللي هو مايكروسوفت مينج او اللي هو مايكروسوفت شاتجي بيتي. لما انا رحت هنا عندي هتلاقي عندك انا مايكروفون. لو انا جدوس عليه. دلوقتي اقدر ان انا اتكلم واسأل على حاجة انا عايزها. لو قفت الثانية واحدة على طول بينهي المحادسة. وده الصراحة بتدهيقني وبتدهيق ناس كتيرة. افتراضا انا حابب ان انا اكمل. حابب ان انا اقف للحظة افكر انا هقول ايه? عشان اكمل. انما انت كده بتقطعني في ثانيتها على طول. فده صراحة سيء جدا من مايكروسوفت. رغم ان هما ممكن يحلوا النقطة دي في الثواني بس مش عارف ليه صراحة مش هديني يحلوها. لذلك نقطة لجوجل ان هي النقطة دي الصراحة عجبتني جدا اثناء استخدامه كون اللي انا ما بحبش اكتب بي ايه دي. نجري الحاجة التانية وهو الاسئلة. ازاي اقدر استفاد من لتر اللبن وكيلو دقيق في البيت. طبعا كل ده بتكلم بالهجرة المصرية. بسأله سؤال على اساس ان هو يديني رد حاجة اقدر استفاد منها. يعني ايه الحاجة انا اقدر استفاد منها من كيلو دقيق ولتر لبن. اخدت دلوقتي كوبي احط هنا طبعا عندي على جوجل اروح هنا عندي على شاتجي بيتي نفس الفكرة احط هنا وهو بعد كده رح هنا عندي على اللي هو الخاص بمايكروسوفت برضو احط هنا وهو واشوف ردود التلاتة هتكون عاملة ازاي. اول حاجة هنا عندي رد جوجل كعقة بسيطة. اداني هنا وصفة كعكة. الى لك بعض الافكار حول كيفية استخدام لتر من الحليب والكيلو دقيق في المنزل. كعاجة بسيطة بيديني المصفات برضو اداني المصفات. عندي هنا فطير طفاح اداني المصفات. وطبعا هنا بيقول لي دي مجرد افكار. تمام? بيديني حتى كمان ميزة انا ابحث عن جوجل عشان هو يساعدني اكتر عن الحاجة انا عايزها. يعني مسلا واحد لتر من اللبن كم يسوي كيلو? طبعا بيديني اقتراحات يعني البحث عن موضوع ازاة صلة. يعني افتراضا انا دست عليها يفتح لي عند صفحة جديدة. ينجي هنا للشاتج بيتي? نفس الفكرة. هنا بيديني بعض الافكار. صنع الزبادي. يمكنك استخدام اللبن لصنع الزبادي في المنزل. تخسين اللبن وخلافه. نفس الفكرة صنع صنع الكريمات والصلصات. هنا الصراحة اداني افكار كتير ولكن ما ادانيش شيء مفصل. عكس جوجل. رغم ان انا لو جيت هنا عندي وقلت له مسلا اه كيف صنع الزبادي. تمام? او رقم واحد. او ايه? هو يبتدي يعني اللي هو يرد عليه بشكل مفصل. زي ما انت شايف. تمام? وقل لي بقى ان انا اعمل ايه? نيجي هنا عندنا على مرحبا هذا. بس شكرا. ايه ده بقى يا جوجل? ايه بقى مايكروسوفت انت بتعمله ده? بس كده خلاص شكرا. فيش حاجة تاني. مرحبا هذا. ودي مشكلة للأسف بتبقى دايما موجودة في مايكروسوفت بنج. يعني الاخطاء الكتير قوي فيها. يعني الاخطاء كتير قوي قوي فيها. ما بيكملش الحاجة لحد النهاية. للأسف. حصل معي كتير جدا لما باستخدمه. مرة تانية احط هنا. زي ما تشايف ان هو هنا اداني بعض الوصفات. اللي خلاني اقول انها منطقية اكتر شوية الصراحة. يعني هنا مثلا اداني كشك مصري. والرز المعمر. رغم ان انا ما طلبتش رز. انا قلت له عين يعني ان كنت دقيق جدا دقيق ولمن. وشربة السيفود. يعني اعرب حاجة منطقية اللي هي الكشك. معروفة الكشك المصري بتعمل اللي هو كشك باب يض. تمام عارفينه? اللي هو المصريين عارفينه. بتعمل مدقيق ولبن. ده اعرب حاجة منطقية. بعد كده اداني الرز معمر. انا بقول لك انا عندي دقيق ولبن. مفيش رز. واللبنة. اللبنة دي برضو ممكن منطقية. شربة سيفود. يا عم انا رجل فقير عندي لبن وهدقيق. عشرة بسيفود ازاي? واجه اعمل بسيفود ازاي? فبالتالي بيديك بعض الوصفات الخارجة شوية. عكس ان هو مسلا تلاقي عندك جوجل واي? اه منطقيين اكتر في افكارهم. هي دي النقطة. طيب. نيجي بقى للحاجة اللي وراها. طبعا ده الاسئلة العادية. نيجي بقى دلوقتي للشيء اللي وراه وهو المغالطات المنطقية. بمعنى ادق. ام عبدالعزيز عندها اه ثلاث مثلا نقول اربع اطفال. عبشاكور. و اه زلطة. و اه بايومي. ايه اسم الطفل الرابع. يعني حرفيا انا جارت في الاسماء عشان بس اعرف هو هيقدر يطلعها ولا لا. ادي اول حاجة. نيجي هنا. نحط هنا اهو. نيجي هنا اهو برضو. نحط هنا اهو. ونشوف هيقدر ان هو يعرف اسم الطفل الرابع ولا لا. عبعزيز. حلو قوي يا جوجل. يا جميل والله يا جوجل. انتم ايه? تمام? عبعزيز. هو عبعزيز. تمام? ام عبدالعزيز عندها اربع اطفال. عبشاكور و الزلطة وبايومي. انا الاسم الواد الرابع عبعزيز. حلو قوي. تعالي هنا نشوف. عزرا لا يمكنني. اه الطفل الرابع. بيقول لك عزرا لا توفر لدي اي معلومات عن اسم الطفل الرابع لدى ام عبدالعزيز. ومن الافضل انت تواصل مع اف عبدالعزيز. اتواصل مع اف عبدالعزيز نفسها عشان اهو اسم عبدالعزيز ايه. تمام? او اسم عيل الرابع ايه. فخليني نقول ان هو من شركة الاصدار الثالث في السلامة. طيب. نروح بقى دلوقتي اللي ايه? اللي هو مايكروسوفت بنج. بالصراحة عجبني قوي الطريقة اللي يعني شهد اللي هو من شركة اا مايكروسوفت بيرد بيها على الاسئلة. يعني مسلا بيقول لك ايه? هزا اللغز من نوع الالغازي المحياري التي تحتاجي للتفكير خاري الصندوق. الاجابة على هزا السؤال ان اسم الطفل الرابع ايه? يعني بصت بقى. يعني ايه? يعني شفت هنا بيقول لك ايه? او اا هي ان اسم الطفل الرابع هو ايه? ايه? يعني ايه ده مجرد وصف في اللاجة المصرية? ايه ده? يعني ايه? ماذا? ايه يا عم? يعني مجرد لفظ. انا بقوله. فايه دي لوحدها هو افتكر ان هو اية مش ايه? فللاسف انا هغير له السؤال تاني هتديله يعني رغم ان مفيش ماذا? نقول مسلا يا سيدي ماذا? مش ايه? ما هو? ما هو? يا الله عشان اكون برضو منصف معايا. رغم ان هو الرد كويس جدا. مش محتاج حتى ان انا اعيد برضو السؤال تاني بس برضو هكون ابص هذا هو نفس السؤال السابق. ولكن بصيرة مختلفة. الاجابة لا تزال هي نفسها. اسم الطفل الرابع هو ايه? لا متأكد يا. فاهمني? شفت? للاسف في الاسئلة المنطقية فشل فشل زريع اوبن اي اي اي. رغم ان هو كان في بداية عملت فيديو وبالكده نجح في وقتها. لان السؤال اللي نادت هو له كان خفيف. كان بسيط. يعني رغم ان انا كنت غيرت الاسماء. كنت قلت لك مثلا ام مصطفى عندها ثلاثة عيال محمد وحمد ومحمود. هتلاقي ان هو يقول لك محمد. او ام مصطفى يبقى مصطفى. بهمني بس انا ديته اسماء اصلا ممكن ما تكونش موجودة على الدات القصة بتاعته. فعشان كده ما عرفش يجاوب. وافتكر اللي هو ايه يعني اية. رغم ان جوجل هنا رد صراحة بشكل ممتاز. يبقى نقطتين لجوجل بلا منازع. وانتو دلوقتي قدامكم اهو. نيجي للحاجة التالتة وهو تحليل الصور. بص اصير دلوقتي انا مسلا افتراضا هخش عندي واختار اي صورة من جوجل. بص يا معلم اول حاجة انا هنا الصورة دي حملتها بنفسي ورفعتها عشان تكون الصورة حرفان ما لهاش اي وصف في الرابط. فهمني ان الصورة دي انا دلوقتي حملتها افتراضا من على احد الموقع. وحرفيا انا رفعتها على موقع اخر عشان يكون الرابط لسه جديد. بجانب برضو الوصف او الرابط نفسه ما يكونش ليه وصف عن الصورة. يعني احيانا في بعض الصور افتراضا انا اولا جيت هنا مسلا عندي على اي صورة مسلا الصورة دي. وجيت مسلا افتراضا اه جيت عملت لها نسخة او حاجة. وجيت حطيت هتلاقي عندك ان هنا مسلا بيقول لك ايه مش عارف ايه في الرابط. عكس مسلا ان انت تقدر ان انت ترفع صورة بشكل مباشر. يعني مسلا هنا بيقول لك ايه. فهمني الحاجات دي بيديك وصف ان الصورة دي فيها ايه. عن طريق فقط. انا بقى دلوقتي اخدت الصورة كاملة من غير اي وصف فيها. فهشوف دلوقتي قدرة جوجل في ان هو يحلل الصورة دي. للاسف جوجل ما بيدعمش ميزة تحليل الصورة. انتهى. تمام? رغم ان انا جربتها ونفع. قبل كده وانتهشت به جدا الصراحة. يعني انا قبل ما ساجل الفيديو دي قدنا مجرب النقطة دي. ونفع جدا في جوجل. معرفش صراحة دلوقتي بطل ليه او معملش ليه. تمامي يعني كنت تبديل مثلا رابط واقول لي مسلا حلل لي هذه الثورة واخبرني ماذا موجود بها. حرف ان كان بيرد علي الاول ويقول لي الصورة دي كان فيها كزا وكزا وكزا. دلوقتي بيقول لك انهم يعني انهم ما بيعملش مش عارف للصراحة دلوقتي غير اسلوبه. طيب نيجي هنا عندي مسلا حلل لي هذه الثورة. برضو هتلاقي ان بيقول لك عذرا لا يمكنني. نشوف دلوقتي عندي على ونشوف. الوحيد اللي اداني تحليل الصورة حرفيا صورة يعني تحليل غلط فغلط. هو يعني هنا مسلا دي صورة عبارة عن ايه? عبارة عن حتة لحمة فراخ صح? اه هنا حرفيا ما تدنيش هنا اي حاجة عبارة عن اكل فراخ تماطم صلطة بتاع. دلوقتي تلاقي عندك وصل يقول لك ايه? هزي الصورة هي الصورة اللي قطب برتقالاتة داد قبعش اه يعني سوداء ونظراش اوش عارف ايه. حرفيا يعني ايه دب ده. مفيش اي حاجة. يعني هو انا بقول له حللة صورة مش عارف الصراحة فهم من ايه ان دي صورة قطة. مش عارف ايه ايه الجبهة منين ما تعرفش. فبالتالي للاسف ولا واحد في التلاتة رغم ان كان جوجل نجح معايا الاول ولكن دلوقتي قدامكم فشل فشل زريع. والفكرة ان هو مدام فشل معنا كده ان هو ممكن يعني ما يعملهاش تاني او عملها معايا مرة مش هيعملها المرة تانية ويعني حاجة مش مستقرة. فبالتالي نقول عليه ان هو فشل. نيجي بقى دلوقتي للحاجة التالتة وهو الاكواد. انا هنا ممكن اطلب من جوجل ان هو يعمل لي كالتالي. وهو مسلا انا اقول له اريد كود برماجي يخليني اقوم بتغيير الخلفية او خلفية المواقع بشكل تدريجي بين اللونين الابيض. مسلا نخليها ما بلاش ابيض. خليها مسلا اثود والاحمر والازرق والاصفر. يعني انا بقولت له عايز كود برماجي يخغير الخلفية لللون بشكل التدريجي بين الالوان الاسود والاحمر والازرق والاصفر. حاجة عندي عندي على وهنتظر اشوف رده هيكون عامل ايه. زي ما انت شايف هو بالفعل اداني دلوقتي كود قدامي. الكود ده اللي انا جيت نسخته تمام بالمنظر ده كده هو مسلا. وجيت مسلا حاطته عندي على احد المواقع اللي هو بيعمل اختبار مثلا افترضا. وجيت مسلا دخلت هنا عندي كود. افترضنا تلاقي عندي ان الكود شغال بص. تمام? عندي زي ما تشايف ان هو بيقول لي ايه? اقدر ان انا اغير بالفعل. اقدر حتى ان انا اكتب هنا اي حاجة. كمثال مسلا انا اقول له ايه? افتراضا يعني احنا. اه اسمه. فهو دلوقتي عملي بالفعل اعتبر ايه? بيتغير. طب نيجب دلوقتي نجرب التاني. افتراضا لو انا روحت دلوقتي عندي على اه او اللي هو العادي. وحطت عليه نفس السؤال. جيت نسخت ده مسلا بالمنظر ده كده هو. وجيت هنا عندي على العادي. وحطت هنا مسلا ده. هشوف هو بالفعل هيديني نفس السؤال او نفس الكود ولا لا. هنا طبعا بيقول لي ان انا محتاج هدف مش عارف ايه اللي هو الكلام ده كله طيب انا مش محتاج اي حاجة من الكلام ده مجرد ان ان انت اخذ كود فقط. طيب اجي هنا احط عندي على الاختبار الخاص من اتش تيميل. اروح هنا جاية حاطة ده. واحطه. ما اشتغلش. مرة تانية يمكن اكون ظلامته. ما اشتغلش. ليه ما اشتغلش? مش عارف صراحة. بس الكود ما اشتغلش. يبقى جوجل الدني المطلوب منه فقط. يعني مسلا بقول له ايه? انا دلوقتي عايزك ان انت تديني كود برماجي تقدر يعني يغير خلفين خاصة بموقعي لالوان تدريجية بين اللونين الاسود والاحمر والازرق والاصفر. بالفعل الدني كود ممتاز بيشتغل بشكل كويس. شات جي بي تي العادي للاسف ما تدنيش اي حاجة. انا طبعا بيقول لنا محتاج ان انا احدث بقى واضيف اكواد اس اه لوار خاص بالسي اس اس وكلام ده كله. بس اللي جوجل الدهولي مطلوب بشكل مباشر الدهولي بشكل مباشر. طيب تعالي ناخد نفس الشيء ده ونحط هنا مسلا عندي افتراضا على الايه? على اللي هو الخاص مسلا بدا. تمام? نقول مسلا يا سيدي خليه في ابداع عن زي ما كان. تمام? هشوف دلوقتي اهديني بالفعل كود كويس ولا لا. هنجرب. زي ما تشايف انه بالفعل عمال كود وكمان جميل في اللي هو حطي لي وصف. يعني هنا النقطة الحلوة الصراحة في اه الاسدار الرابعة من خاص بشركة مايكروسوفت ان هو حطي لي زي ما تقول وصف الكل حاجة ده بيعمل ايه? عشان انا انا ماليش خبرة وبالفعل انا ماليش خبرة في المرمجة فقدر ان انا اعرف ده بيعمل ايه? واعدل عليه من غير ما انا ايه? اه يعني حرفيا ابهدل الدنيا. لو جيتنا سخت. واروح دلوقتي للنقطة اللي انا مهمة جدا بالنسبة لي. اشوف الكود هيشتغل ولا لا? انا جيت روحت وحطيت كده. هلاقي ان بالفعل الكود شغال. وكمان شغال افضل من جوجل. حقيقي شغال افضل من جوجل. لأ يعني هنا بص بيديني كود عامل زي سلايدر. شايف انت? بياخد تدريج لمين واشمال بيتحرك كزي سلو او سلو موشن يعني كانه بيتحرك. لو عكس جوجل لو انا رجيت روحت مسلا خدت الكود بتاع جوجل. هارفين بص هتليه عمل ازاي? يعني مجرد كود عادي جدا بص. مجرد بص ان هو بيتغير بص. عادي جدا بينزل كده بيعمل عادي. انما التاني يعني التاني كود افضل الصراحة من حيصل ايه? يعني حاجة بالفعل اقدر ان انا احطها في في الموقع بتاعي بشكل الجزابه جميل. زي ما تشايف بص بيعمل النظام تدريجي اللي هو زي سلايدر. فده الصراحة جميل جدا. يبقى ده الصراحة نقطة لشهد جي بي تي الخاص بشركة مايكروسوفت. تمام? غير النقطة الكتيرة اللي خدها جوجل المرة دي رغم ان هو نفز المطلوب منه الصراحة. ولكن الصراحة النقطة الابداعية اكتر من ايه? من آآ الخاصة بشركة مايكروسوفت. نيجب دلوقتي للوراء. وهو دلوقتي ان انا عايز اسأل او اخر حاجة اعتبر وهو الفزورة اللي تقريبا ما حتش بعرفي حلها. هقول لك فزورة لو عرفت تحلها هتكون عظمة على العظمة. ايه هو الشيء في كل شيء? او مسلا ايه هو الشيء اللي موجود في كل شيء? يا ريت بها ان هو يعرفي حلها. نسأل هنا جوجل ونسأل هنا المجاني ونسأل هنا يا سيدي ايه? الحج الخاص بمايكروسوفت بينج. طبعا الفزورة دي خلينا نقول لك انها يعني حرفية ان نقول لك واحد في المية من على الكوكب ده اللي عرفها. نشوف هنا بقى اول حاجة جوجل بيقول لي ايه? انا متأكد انا متأكد انها النساء الاسم. صح. 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 ايه دي الاجابة? لكل شيء اسم. مفيش حاجة على الكوكب ده او في الكون اللي احنا نعرفه ده مالهوش اسم. كل شيء لي اسم. كل شيء خلق بي اسم. فزي ما انتشايف هو الصراحة رد على الفزورة اللي تقريبا مفيش حد بيعرف الرد عليها او مفيش ايزا كان يصنع بيعرف الرد عليها في الاوائل. تعال نشوف دلوقتي. الفزورات قد نسمى الشيء اللي موجود في كل الشيء. وهي الاجابة تعطينا على الفزورة حرف الهاء. يعني عبير فيها هاء. يعني اه مسلا نقول اه منديل فيه اه سيبرتو فيه هاء. كل حاجة فيها هاء ما شاء الله. فالصراحة ايه? فالصراحة الاجابة هنا مش منطقية اطلاقا ديسلايك تمام? نيجي بعد دلوقتي للحاج مايكروسوفت ونشوف هزا بينج انا واحب الفوزير طيب لقد بحست عن اجابة الفزورة. الحرف. الاجابة هي الحرف الالف. الاجابة الصحيحة بالفعل كانت موجودة عندي على جوجل. جوجل الصراحة هو اللي كل يعني هو اللي اختار صح الاجابة. هو اللي عارف الاجابة صح. يقولك كل شيء له اسم. حتى الاشياء التي لا يمكن رؤيتها او ساعة الاسماء هي الطريقة التي نتواصل بها مع الاشياء ونفسر العالم من حولنا. بدون اسماء سيكون من المستحيل التحدث عن الاشياء او التفكير فيها. فالصراحة جوجل يتفوق بجدارة من ناحية البرمجة يعني كان فضله تكة ويكون هو الافضل. فالصراحة من كل الحاجات اللي انا عملتها جوجل بيرد هو الصراحة المتفوق على شات جي بيدي من كل المقارنات البسيطة اللي انا عملتها دلوقتي قدامكم في الفيديو. وبس ده كان موضوعنا. زي ما قلت لك ان هتلاقي عندك رابط بتاع موجود تحت في الوصف تقدر تحمله وتجربه بنفسك وتشوف وتحكي معبر راحتك مجاني ولا يقول لك بقى اصدار ببلاش واصدار بفلوس لأ ده على طول مجاني وان شاء الله طبعا ان هو يكون مجاني على طول. وبس خلاص ده كان موضوعنا. شوفكم بقى الاخير ان شاء الله في الفيديو جاي. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعليك القناة او الاشتراك في القناة وتفعليك الجرس. ومع السلامة.